انطلاقة نحو المستقبل وفرصة للتغلب على التكدس السكانية تقدمها المدن الجديدة على مستوى الجمهورية توجه تسعى الدولة من خلاله لتوفير مسكن مناسب لكافة الفئات وتوفير مجتمعات عمرانية تليق بالمواطن وبمصر في عهد الجمهورية الجديدة تعيش مصر طفرة عقارية هائلة مدفوعة بإنشاء مدن ذكية جديدة في إطار سعي الدولة للقضاء على النمو العشوائي للمباني ووضع رؤية مستقبلية للزيادة السكانية فخلال السنوات السبع الماضية تم إنشاء أكثر من عشرين مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع بمساحة إجمالية تبلغ نحو خمسمائة وثمانين ألف فدان لاستيعاب ثلاثين مليون نسمة فضلا عن توفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وأهم ما يميز هذه المدن الجديدة المقامة بالفعل أنها تتوزع في مختلف المحافظات المصرية وأقاليمها من بينها مدينة شرق بورسعيد ومدينة المنصورة والعالمين الجديدة وكذلك مدينة الفرفرة الجديدة ومدينة رفح الجديدة بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة ناصر بغرب أسيوت ومدينة غرب قنى والعبور الجديدة سنوات من البناء والتنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فبالرغم من الظروف التي عانى منها العالم أجمع خاصة مع توقف الإنتاج نتيجة لفيروس كورونا إلا أن العمل في المشروعات القومية وخاصة مشروعات الإسكان ومدن الجيل الرابع لم يتوقف ولو دقيقة واحدة فالعمل كان مستمراً لتوفير مسكن مناسب لكافة الفئات وتوفير مجتمعات عمرانية تليق بالمواطن المصرية ترجمة نانسي قنقر